اشتركوا في القناة والسبوق تفرض نفسه في كل ميدان وفي كل زمان وفي كل مسافة بمباشرة نسير بكم مع مغدمة هذا الشوطر الشايبة على المغدمة للسيد سالم بن محمد بن دعيفس الشامسي هي اللي على مغدمة هذا الشوطر ومن الجانب الثاني نشوف اللي على الجانب الثاني في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني الشاهنية للسيد سعيد بن راشد بن سعيد اليابري وفي المركز الثالث المركز الثالث في هذه اللحظات الضبي الضبي في المركز الثالث للسيد راشد بن سعيد بن حبيد بن خليفة الحميري ننتقل إلى المركز الرابع المركز الرابع نشوف جبارة جبارة على المركز الرابع للسيد قطامي بن محمد بن ذاني السويدي وفي المركز الخامس المركز الخامس هنا الحذرة الحذرة للسيد عبد الله بن أحمد بن حارب الرميذي وفي المركز الخامس المركز الخامس حلم حلم للسيد ناصر بن علي بن حمد عن عيمي وفي المركز الساد نشوف اللي على المركز الساد في هذه اللحظات ناخذ اللي على المركز الساد واللي في المركز الساد حشيمة للسيد محمد بن عبيد بالعرطي الحميري وفي المركز السابع المركز السابع هنا مشغله للسيد سهيل بن حميد بن سيف بن بدر العليلي وفي المركز الثامن المركز الثامن هنا دلمة دلمة للسيد سهيل بن عبيد بن ميح السبوسي يا سلام يا رعي صايب قادم بدلمة في هذا اليوم ننتقل إلى المركز التاسع وفي المركز التاسع هنا وحد للسيد علي بن سالم بن حمد الاجتبي وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر المركز العاشر في هذه اللحظات بشايل للسيد حمد بن سالم بن محمد المدهوشي هذه النتيجة هذا أول نده للمركز العشر اللاوائل ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مغدمة هذا الشوط أشوف ورد تغيير الذي طرى وجرى على المغدمة من الشاهنية للسيد سعيد بن راشد بن سعيد اليابر يغير مع الشاهنية إلى مغدمة هذا الشوط الشوط وفي المركز الثاني المركز الثاني الشايبة الشايبة تتسلل وتغير وتنتغل إلى المركز الأول وهي تحمل رقم واحد للسيد سالم بن محمد بن دعيفس الشامسي الشامسي تغير إلى مغدمة هذا الشوط وفي المركز الثاني المركز الثاني الثالث الثبيل سيد رايد بن سعيد اليابري وفي المركز نشوف المركز الرابع جبارة وصلت تبالها مراقبة تبالها متابعة الخبير سهيل بن غرابي يقول تبالها متابعة ومراقبة هي على المركز الرابع في هذه اللحظات للسيد قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي وفي المركز الخامس المركز الخامس نشوف حلم على المركز الخامس للسيد ناصر بن حلي بن حمد النعيمي يا سلام الحلم جميل الحلم جميل ان شاء الله يتحقق بس حلوم الليل يا النعيمي ما تريد تحقق ولا ما تحقق على العموم هي حلم على المركز الخامس في هذه اللحظات ننتقل إلى المركز السات وفي المركز السادة الحذرة على المركز السادة للسيد عبدالله بن أحمد بن حارب الرميذي وفي المركز السابع المركز السابع هنا وحد للسيد علي بن سالم بن حمد الاجتبي وفي المركز الثامن المركز الثامن للسيد مسلم بن عبيد بالحرطي الحميري وفي المركز التاسع المركز التاسع مشغله على المركز التاسع للسيد سيد بن حميد بن بدر العليلي وفي المركز العاشر هنا بشاير للسيد حمد بن سالم بن محمد المدهوشي هذه النتيجة هذا ثاني نده للمراكز العاشر الأوائل ونرجع إياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مغدمة هذا الشوط يا السلام يا جبارة جبارة جبرة الجميع إلى صالحها بعدنا ما تصفنا نصر المسافة أعتقد أنها تغير وتنتقل إلى مغدمة هذا الشوط للسيد قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي مع جبارة إلى مغدمة هذا الشوط في هذه اللحظات ذكرناها في المركز الخامس وقال الخبير أنها خطيرة تبالها مراغبة ومتابعة وعادلت لوحة الأربعة كيلومتر وغيرت وبدأت تغادر يا السلام إذا تمت على هذا الموال حتى خط النهاية بتصبح على هالي زعي ندي الشبهة في هذا الصباح الحلو الجميل بهذا الناموس بهذا الأداء المميز ننتقل إلى المركز الثاني وفي المركز الثاني الضبيل السيد رايد بن سعيد بن عبيد الحميري وفي المركز الثالث الشايب السيد سالب بن محمد بن دعيفس الشامسي يا سلام الثلاث تقريبا من فصلا عن بقية المراكز بمسافة تحلن إلى الفوز وإلى الناموس بهذا الأداء الجميل حلم وصلت يا سلام حلم للسيد ناصر بن حلي بن حمد النعيمي يا سلام يا النعيمي الأحلام بتحقق الأحلام بتحقق بدأت الآن حلم تغترب من الثلاث الأوائل تنتقل إلى المركز الرابع وفي المركز الخامس على المركز الخامس نشوف الشاهينية للسيد سعيد بن راشد بن سعيد اليابري وفي المركز الساد المركز الساد وعد للسيد علي بن سالم بن حمد الاجتبي وفي المركز السابع اللي على المركز السابع في هذه اللحظات مشغلة مشغلة في المركز السابع للسيد سيف بن حميد بن بدر العليلي وفي المركز بشاير بشاير وصلت وانتغلت إلى المركز المركز وصلنا إلى المركز السابع وفي المركز السابع بشايل السيد حمد بن سالم بن محمد المدهوشي وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن هنا هوايل للسيد علي بن حمد بن مجارح المريا سلام المركز الثامن المركز الثامن هنا خيرة خيرا للسيد سعيد بالعبد بن دحيفس الوهيبي وفي المركز التاسع اللي على المركز التاسع نشوف اللي على المركز التاسع حجيمة للسيد محمد بن عبيد بالعرطي الحميري وفي المركز العاشر دلمة للسيد السهيل بن عبيد بن ايميع السبوسي يا السلام على هذه الهداء المتميز للثناية المحليات الأصائل لأبناء الغبايل بنرجع إلى مغدمة هذا الشوط إلى الضبي الضبي غيرت وانتقلت إلى مغدمة هذا الشوط بهذا الهداء الحلول الجميل للسيد راشد بن سعيد بن عبيد الحميري المركز الثاني المركز الثاني جبارة على المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي وفي المركز الثالث الشايب للسيد سالم بن محمد بن دعيفز الشامسي المركز الرابع حلم وصلت حلم للسيد ناصر بن حلي بن حمد النعيم يا سلام يا حلم بدت تتسل بدت تغير بدت تندفع إلى المركز الثالث عينها على جبارة عينها على الضبي عينها على النموس عينها على السلامات لهالي مدينة العين وخاصة منطقة الظاهر وهالي مزيد يستهلون يا سلام أشوف خطيرة أشوف خطيرة يا أبو سلطان والحلم بيتحقق مع حلم مع النعيمي في هذا اليوم بدت تتسلل بدت تغير تنتقل إلى المركز الثاني تخلصت من جبارة باقي عليها الضبي يا سلام بدونها يا وامر بدونها يا وامر ركضت الغاي بدت تتسلل يا سلام خذت مكانها الصحيح مكانها الطبيعي إلى المغدمة إلى النموس إلى الفوز يا سلام لا تستعيل يا النعيمي بنت جهازها بنت جهازها المسافة الغازلة طويلة يا سلام خلك حنين خلك حنين على حلم حلم يا سلام أنا برقد وبحلم إن شاء الله مثلك يا نعيمي إن شوف يا سلام يا سلام يا حلم حلم على مغدمة هذا الشوط بدت تغادر بدت تباعد يا سلام وصلنا إلى لوحة الإعلان بدنا نغترف ألف ومئتين ما تبقى عن خط النهاية يا سلام يا حلم ناصر بن علي بن حمد النعيمي بيب بكرة غير بكرة كان يبغي تشارك الناس يا سلام المذيح من تسرح تغتره تبعد ويتخبر هل البأس يا سلام يا سلام وين بنلقى مذل الحلم يا أبو سلطان يا سلام تحقق ييبها رب العالمين نعم ويستاهل النعيم يستاهل مع هذا الأداء المتميز الذي تغدم حلم في هذا اليوم من يوم الأربعة بدون أي منافس على الإطلاق يا سلام على هذا الأداء قالت باي باي هدى حافظ مع السلامة تغادر بدون أي وامر بدون أي وامر ما دري لا تقول لها شي لا تقول لها شي الكبرى غادمة الكبرى والجوائز والرموز خمسين رمز خمسين رمز موجود في جائزة زايدة الكبرى رحمك الله يا زايد والله يطول عمر عياله إن شاء الله يا السلام يا السلام يا السلام يا حلم لا تقول لها شي مرة خلى خلى الغالي لا تقول لها شي خلك خلك معه حلم تستاهل وهي حققته يا السلام سلالة مشغل المختبر يسقيك يا المختبر مختبر سوحان جواهر الذهب يغذي الميادين يا السلام في الدولة وخارج الدولة سلالة جبار سلالة حملولية تتجسد في روح وفي عروق حلم يا السلام يا السلام بنقول سلام سلام عليكم يا هل العين وسلام يا المختبر سلام خاص لك يا ابو حمدان سلام خاص على هذا الانتاج وعلى هذه السلالة الذي تفرض نفسه في كل مكان وفي كل زمان سلامه لأهالي الظاهر أيضا أن محمل على ظهر حلم يستاهل ناصر بن علي بن حمد النعيمي انفسر الحلم يا ناصر يا بن علي يا النعيمي الناموس الناموس وصباح الخير صباح الخير من أرضي ميدان المرموم وعلى الهواي بيثاً مباشر عبر غنات دبي ريسنج المركز الثاني المركز الثاني دلمة نشوف وناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول حلم إلى خط النهاية وتحققت الأحلام مع حلم مع الشوط الأول ها هي حلم 12 دقيقة 57 59 من الثانية بدون أي هوامر تذكر من مالكها ومضمرها ومدربها ركضت الغاي وعرت الغاي تهانينة تهانينة من العماقة للسيد ناصر بن علي بن حمد النعيمي تهانينة أيضاً الحامد بن علي النعيمي وتهانينة البناصر على هذا الفوز على هذا الأداء المميز دلمة في المركز الثاني 13 دقيقة وذانيتين ثمان أجزاء من الثانية تهانينة للسيد سهيل بن عبيد بن يميع السفوسي والذي وصلت في المركز الثالث المركز الثالث نشوف ناخذ اللي في المركز الثالث هوائل على المركز الثالث 13 دقيقة 14 ثانية بالوضع تمام تهانينة للسيد علي بن حمد بن علي بن مجارح المري تهانينة للجميع على هذا الأداء المميز مع سن الثناية لأبناء الغبائل